السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو المجتمع طبعا في البداية برحب الدكتورة مروى عبد المولى الجندي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا طبعا الدكتورة مروى معانا إن شاء الله فكرة طبية خاصة بالبرنامج واتنقشنا في الحلقة السابقة عن موضوع في غاية الأهمية وهو استقصال الرحم أثناء الولادة وطبعا ده بيبقى ليه عامل اجتماعي ونفسي لدى المريضة كبير جدا والنهار ده برضو معانا موضوع في غاية الأهمية وهو الحمل خارج الرحم برحب بحضرتك يا دكتور طبعا مرة تانية أهلا بيك سيد عمر منورانا فروق المجتمع وبصراحة الفقرة الطبية دي فرقت جدا وجدنا تفاعل كتير جدا على الحلقة السابقة والله أتمنى أن فعلا تكون الناس استفادت من الحلقة اللي فاتت وهو فعلا موضوع مهم وكان لازم أن احنا نثيره والناس كانت محتاجة تعرف كم نقطة كده أتمنى أنها تكون وضحت إحنا جدنا تفاعلات كتير جدا فعلا سواء على صفحة البرنامج أو سواء بالاتصال أن الموضوع فعلا فيه حالات متكررة وللأسف أنها لو ما تلحقتش في الوقت لزي ما أنت حضرتك نبهتي بتأدي للوفاء طيب هنتكلم بقى عن الإيه الحمل خارج الرحم الحمل خارج الرحم يعني إيه يا دكتور يعني إيه الحمل خارج الرحم هو عشان نعرف يعني إيه حمل خارج الرحم نحب نشوف الأول يعني إيه هو الحمل الطبيعي جهة الرحم فإحنا عايزين نشوف الصورة بتاعت الحمل الطبيعي عشان نقدر نقول يعني إيه حمل خارج الرحم تمام الحمل الطبيعي المفروض أنه ليه مكان معين ربنا جهزه علشان ينغارس فيه الحمل في الرحم لو افترضنا أن الرحم عامل زي الكومتراية كده فهو ليه جدار أمامي وجدار خلفي وليه جزء علوي وجزء سوفلي فالحمل الطبيعي ربنا خلقه بينغارس غالبا في الجزء الخلفي الجزء العلوي من الجدار الخلفي من الرحم زي الصورة اللي معنا على الهواء زي الصورة بالضبط زي الصورة اللي معنا كده ده المكان اللي ربنا خلق الحمل الطبيعي بينغارس فيه لو الحمل ده خرج في أي مكان تاني في الجدار الخلفي للرحم في الجزء العلوي من الجدار الخلفي للرحم البطانة بتاعة الرحم في المنطقة دي هي ذي إيه اللي بتكون مجهزة للحمل الطبيعي لو الحمل بقى خرج في مكان تاني الصورة التانية بقى الصورة اللي بعدها هتورينا الأماكن المختلفة اللي إحنا لأ الصورة اللي هي فيها أماكن مختلفة للحمل خارج الرحم يعني إيه؟ يعني الحمل ما يبقاش في المكان ده اللي هي معانا على الشاشة إيه؟ الحمل ما يبقاش في المكان ده الحمل يطلع برا يبقى مثلا في قناة فلوب يبقى في المبيض يبقى في الغشاء البريطوني بالضبط هي دي الصورة هنلاقي هنا الحمل بدل ما هو في المكان الطبيعي اللي هو فوق في الجزء العلوي من الرحم ممكن ينزل تحت يبقى في عنق الرحم ممكن يبقى في مكان القيصرية السابقة ممكن يبقى في الأنبوبة أو قناة فلوب في المبيض في التجويف البريطوني كل دي أنواع مختلفة للحمل خارج الرحم لو إحنا لقينا حمل أو كيس حمل في أي مكان من دول ده إحنا بنشخصه حمل خارج الرحم حتى لو هو إحنا زي ما إحنا شايفين في بعض الحالات بيعتبر مازال جوه رحم ولكن مش في المكان الصح يعني لو حبنا مثلا نوضح الفرق بينه وبينه الطبيعي نفسه إحنا قلنا الحمل الطبيعي قلنا إنه هو بيبقى في الجزء العلوي غالبا فيه الجدار الخلفي من الرحم لكن لما يجي الحمل مثلا يبقى منغرس في جدار الرحم في العضلات بتاعت جدار الرحم ده ما يعتبرش حمل طبيعي ده يعتبر برضو حمل خارج الرحم لو الحمل ده جي حصل في قناة فلوب اللي هي مفوت بتوسطى لكيس الحمل للرحم هو ما وصلش لزق في مكانه ده اسمه حمل خارج الرحم لو الحمل ده بدل ما هو يتزرع في الجزء العلوي يتزرع فيه عنق الرحم من تحت آه هو ما زال في الرحم ولكن اسمه حمل خارج الرحم لإنه مش في المكان الطبيعي لو الحمل ده زي ما احنا شايفين هنا في الصورة جي على مكان قيصرية سابقة هي في الرحم آه هي في الرحم بس مش المكان الطبيعي للكيس الحمل يفرق عدد القيصريات في حاجة زي كده دكتور لا ما يفرقش لكن هو طالما فيه جرح قيصرية وارد انه يحصل عليه حمل وده بنسميه حمل خارج الرحم يعني ايه خارج الرحم يعني خارج المكان الطبيعي اللي مهيأ لاستقبال كيس الحمل طيب ايه الاعراض ده بالنسبة ان احنا ان نقدر نقول ان ده حمل خارج الرحم بص احنا عشان نعرف الاعراض لازم نعرف ان نسبة حدوث الحمل خارج الرحم ده 2% يعني من كل 100 سيدة حامل في 2 ممكن نلاقي 2 منهم حمل خارج الرحم تمام عشان كده احنا لازم نكون ما عليش يا دكتور هو ده ممكن يتم بصورة طبيعية ولا بيبقى نسبة ان هو مثلا هو يسقط كبيرا لا احنا زي ما حنشوف دلوقتي ان حمل خارج الرحم ده ما بيكملش يعني ده ما ينفعش يكمل ما ينفعش اه طبعا لان ده طبعا مشاكل ومضعفات هنعرفها وإحنا مع بعض في الحلقة حتى لو سيدة مثلا هو ده الحمل اللي حصل عندها ايه مثلا تكون مثلا فيه عقما او فيه مشكلة الحمل خارج الرحم ده حمل غير سليم يعني في كل الاحوال فيه مشاكل اه طبعا ما ينفعش يكمل لانه ليه مضعفاته اللي حنتكلم فيه يعني ما يتحدش فيه قرار إلا أنه هو ينزل بالضبط هو مش بينزل وإحنا بنتعامل معه بطرق مختلفة فحيك بتسأل على الأسباب يعني الحملة خارج الرحم زي ما قلنا ليه أنواع أشهر نوع منهم اللي هو بيكون فيه قناة فلو ده تقريباً بيمثل 95% من نسبة الحملة خارج الرحم من نسبة اللي 2% بالنسبة للسيدة بالضبط يعني المريضة الحامل لو جلع حملة خارج الرحم ده حيبقى بنسبة 95% موجود في قناة فلو فإحنا هنتكلم على ده بما أنه هو إيه الأكثر شيوع يعني تمام إيه اللي يخلي سيدة يحصل لها حملة في قناة فلوب يا إما قناة فلوب دي فيها عيب خلقي وكان زمين فيه أدوية معينة بتتخذ أثناء الحملة تؤدي إلى عيب خلقي في قناة فلوب للجنين الأنسى يعني بطنة نستخدمها خلاص أو السيدة دي اتعرضت لمنوبات متكررة من الالتهابات في الجهاز التناسولي وقناة فلوب فأثرت على شكلها أو على وظيفتها حصل التساقات في الحوض لأي سبب من الأسباب عندنا مرض اسمه البطنة المهاجرة بطنة الرحم المهاجرة دي بتكون سبب مهم جدا أن يحصل التساقات في الحوض الالتساقات دي بتأثر على شكل قناة فلوب وعلى وظيفتها فيحصل فيها حمل خلق الرحم عمليات متكررة في الحوض مثلا ممكن زيدة ممكن استقصال ورام ليفي ممكن خراج في الحوض كل دي حاجات دي كلها أسباب ممكن تؤدل ده بالضبط أسباب ممكن تؤثر على شكل القناة فلوب ووظيفتها فبدل ما هي الحمل بيحصل فيها وينتقل إلى الرحم اللي ينغارس فيه ينغارس فيه جدار الأنبوبة نفسها حاجات مهمة بقى دلوقتي يعني زادت الحقن المجهري أو العمليات المساعدة الإخصاب والحقن المجهري إحنا اللي بنرجع الجنين جوه الرحم تاني فده بيؤدي أنه برضو بيممكن يكون بعد الحالات بالضبط ممكن يدخل في القناة فلوب ويحصل حمل خارج الرحم وهو ده اللي أنا كنت بأسأل عليه يعني اللي هو المفروض أن سيدة مثلا يعني هي ما صدقت أنه بقى فيه طفل عندها فهي بتبقى متمسكة بالأمل دوت على أساس أنه هي مش عايزة تنزله ولكن أنت حضرتك قلت أن القرار لازم التاف للأسف آه يعني ده ما بيبقاش ممكن يعني فيش إمكانية أنه يتكمل لأنه مش في البيئة المهيئة لأنه يكتمل يعني الحمل ده عشان يكتمل ربنا جهز له مكان ينمو فيه لما بيروح في مكان تاني المكان ده غير مجهز لنمو الحمل فبالتالي ناني يكتمل برضو من ضمن الأسباب بعض أنواع منع الحمل وسائل منع الحمل ممكن تؤثر بردان ممكن تؤثر آه يعني الحاجات اللي فيها بعض الهرمونات بتأثر على حركة قناة فلوب وبتخلي الحركة فيها بطيئة فبالتالي ممكن الحمل ده ما يلحقش يروح الرحم فينغرس في جدار الأنبوب ولازم بقى ننوي على نقطة مهمة جدا في الحتة دي فضلت اللي هو اللولب أو اللوب زي ما الناس بتقول اللي هو الجهاز اللي بيتحط داخل الرحم لمنع الحمل اللولب ده كان مدان فترة طويلة جدا إنه هو بيؤدي إلى حمل خارج الرحم لكن الجراسات الحديثة أثبتت إنه لأ يعني هو مش بيؤدي إلى زيادة الحمل خارج الرحم هو بيمنع الحمل داخل الرحم فما بيمنعش اللي خارج الرحم هو بيؤدي وظيفته بالضبط فبالتالي إنت بيمنع اللي داخل الرحم بس لكن ما بيمنعش اللي خارج الرحم فإذا لو هيحصل حمل نسبة كبيرة إنه يبقى خارج الرحم بس هو معنى كده إنه هو بيقوم بوظيفته بيقوم بوظيفته لكن هو مش سبب مباشر للحم لخارج الرحم يعني هو كان مدان فترة بكده بس إحنا يعني اثبتت إنه ده مش صحيح طيب هل في مضاعفات ده؟ طبعا أكيد إحنا دلوقتي لما بيكون عندنا حمل خارج الرحم يعني إيه؟ يعني حمل مش في مكانه الحمل اللي مش في مكانه ده وارد جدا إنه بيحصل فيه انفجار إحنا عندنا صورة هل في مدة معينة؟ ولا ممكن المدة مش محددة للانفجار؟ لا المدة مش محددة ليه؟ إحنا الحمل ده تزارع في جدار أمبوبة الرحم ده لو قلنا مثلا سمك الجدار بتاع الرحم مثلا اتنين سنتي مثلا الجدار الأمبوبة ده نص سنتي في صورة معانا الموضوع؟ أو في صورة معانا حلايا الأمبوبة أو قناة فالوب دي منتفخة جدا بالحمل فهي الجدار بتاعها مش مهيئ لاستقبال حمل فلما بيحصل انغماس أو غزو لكيس الحمل لجدار الأمبوبة ينتج عنه انفجار في الأمبوبة إيه أهمية انفجار الأمبوبة ده وإيه خطورته؟ ده نزيف داخلي نزيف داخلي يؤذي إلى بالضبط زي ما احنا شايفين كده الأمبوبة منتفخة بكيس الحمل وبتكون النهاية إن الأمبوبة دي ممكن تنفجر ويحصل منها نزيف شديد النزيف ده يؤثر على حياة المريضة وبالتالي لازم متابعة من المريضة وبالتالي إحنا لازم نتدخل الحمل ده ما بنتبعهوش الحمل ده بمجرد أن احنا شخصناه لازم نتعامل معاه لأنه لن يكتمل ولا يجوز أن يكتمل لأنه زي ما قلنا هو حمل في غير مكانه وفي غير مكانه يبقى إذن هيكون ليه مشاكله ما ينفعش أن احنا نسنين ما هو يعني دي أكتر حاجة ممكن تحصل إن يحصل انفجار في الرحم سوري انفجار في الأنبوبة أو في قناة فلوب ويحصل منها نزيف داخلي طبعاً ده بيترتب عليه بقى إن احنا ممكن بنستقصر الأنبوبة وده بيبقى السيدة بعد كده بدل ما كان عندها فرصة إنها تحمل بقناتين قناتين فلوب بيتمقى عندها قناة واحدة لكن ابا نبدأ في التشخيص بقى إن احنا بقى نشخص المريضة إن هي عندها المرض إزاي إن احنا بنشخص؟ بنشخصه إزاي؟ أولاً المريضة بتيجي بأعراض حملة عادية جداً لأن هي عندها حمل تماماً فهي نفسها مش هتعرف الفرق لكن هي تجي بأعراض حمل أوكي؟ ممكن تحليل حمل إيجابي ممكن أعراض تيجي بها المريضة تخليني أشك إنها عندها حمل خارج الرحم بالزبط إيه هي الأعراض دي؟ ألم شديد أسفل البق أو نزيف أو بقى لو هي جات في مرحلة إن كيس الحملة ده انفجر في التجويف البريطوني وبقى فيه نزيف شديد فبتكون في حالة صدمة نزيفية بتكون خلاص العينة في حالة حارجة أنا هأجد تشخيص إزاي؟ هي مش عارفة إن كان خارج الرحم أو داخل الرحم هي مش عارفة وبالتالي صبرت لحد أما هو حصل النزيف ده بالزبط هي مش عارفة فهو الانفجار في كيس الحمل ده ورد إنه يحصل في أي وقت هي ما تكونش لسه عارفة كمان فأنا بقى لما بتجيلي المريضة بتشتكي من إعراض بداية حمل وبالي عندها قلم شديد أو نزيف في أول الحمل أنا لازم أخذ بها حاجات أو أنا أعمل إيه علشان أشخص بالزبط علشان أشخص لازم أعمل أشعة بموجات فوق السوطين أشعة بموجات فوق السوطين بالزبط الأشعة بموجات فوق السوطين دي بتعمل إيه ودي معنا صورة ليها لأ دي مش معنا في ليها صورة نقط دي بتورينا إيه بتورينا هل الحمل ده داخل الرحم أو خارج الرحم بالزبط يعني بتورينا مكان الحمل فيه ده أول إجراء حضرتك بالتعليم تمام زائد زائد بنقيس هرمون الحمل في الدم ده ممكن يحدد؟ مش ممكن يحدد إحنا بالأول بنقيس هرمون الحمل في الدم ده علشان نشوف مستوى الهرمون ده وبنتابعه بعد كده ارتفاعه ماشي معه إنه حمل طبيعي في مكانه ولا ماشي معه إنه حمل مش طبيعي لأنه ممكن أعمل الأشعة التلفزيونية أو الأشعة بموجات فلسطوطية وألاقي إنه أنا ما شفتش حاجة ما فيش حاجة داخل الرحم ولا خارج الرحم بيكون لسه بدري ففي الحالات دي أنا باعتمد على إيه باعتمد على التشخيص بمتابعة التحليل الرقم تحليل الحمل الرقمي في الدم طيب أستاذ الحضرتك في اتصال تليفون جاينا من شايماء شايماء أهلا نسال بحضرتك علو أستاذ شايماء طيب هو اللي تصلت أطعم عليش يا دكتور تقلمينها تانية يا شايماء ماشي تقلمنا بعين يا شايماء فإحنا عندنا الكورنرستور أو حاجة للأساس في تشخيص الحمل خارج الرحم هم الحاجتين دول تحليل الحمل الرقمي في الدم والأشعة بالموجات فوق الصوتية اللي اتنين مع بعض مش حاجة لوحدة إلي جانب طبعا الأعراض اللي جايب تشتكي بيها المريضة فأنا بالأشعة من الموجات فوق الصوتية بشوف هل في كيس حمل داخل الرحم ولا خارج الرحم خلاص لو شفتوا برا في مكان غير الطبيعي أنا كده أخشقصت خلاص لو مشوفتش حاجة لسه بدري في بداية الحمل ما فيش حاجة برا ولا جوا ببتدي أتابع بتحليل الحمل الرقمي يعني في البداية ما بيظهرش عن طريق في فترة من عمر الحمل بيكون لسه بدري ما بيظهرش لا جوا ولا برا لا بيظهر في التحليل لا بيظهر في التحليل التحليل دوام سيحصل حمل بيباهن طبعا بس ما بيظهرش لما أنا بيشوفوش في الأشعة ببتدي أتابع بالتحليل عشان كده بعض الحالات بنقول لها لا إحنا مش شايفين حاجة حضرتك عدي تحليل الحمل تاني بعد 48 ساعة ونشوف زيادة تحليل الحمل في الدم ده ما ليش شرك يا شايماء معرفنش نتواصل معنا صفاق بقى أهلاً صفاق سلام وعلكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بص ممكن بس نوطي التلفزيون وحضرتك تتكلم على طولها تفضلي سؤالك إيه أيها يفنم مع حضرتك يتفضلي يفنم طيب هو في مشكلة كده في التلفزيون في مشكلة في التلفزيون معلش معلش دو نبقى لهم نبقى كده في بداية الحمل ممكن في جنة حد ما نقدرش الحد ده هيظهر عندنا في الهرمون في تحليل الهرمون في الدم إن في حمل ولكن في الأشعة مش هيظهر إن كان داخل أو خارج الرحم بعض الحالات هو دايماً في نقطة لازم نقولها الحمل خارج الرحم ده بيتشخص في أول الحمل يعني الحمل ده لازم بيتشخص في أول ثلاث شهور من الحمل لأنه دايماً بيبقى في السيدة مقترف إنها حامل بتروح تتابع طيب في ناس أسمى بيتتابعش ومتعرفش إن كان داخل أو خارج الرحم هنا أهمية المتابعة يعني ممكن تفضل سايبرا في سهب الشهور لحد ما يحصل قدر الله لانفجار اللي حضرتك ووضحتيه في البداية دي أهمية المتابعة إن في سيدات بتعتمد على إنها مثلاً هي حملت أكتر من مرة قبل كده الحمل الده التالت أو الرابع فهي متعودة متعودة معندهاش مشكلة مش حبة إنها تروح تتابع حاست إن دي حاجة عادية وبتحصل وهي والدة كم مرة قبل كده لأ لأن هي في الأول ما تقدرش تعرف هي ده حمل داخل الرحم ولا خارج الرحم وهنا يجي بقى أهمية أول زيارة في الحمل إن أول زيارة في الحمل دي إحنا بنعمل فيها الأشعاء بالموجات فوق الصوتية ليه؟ عشان نتأكد الحمل ده مكانه فين؟ هل هو حمل جنين واحد ولا أكتر؟ هل حمل سليم ولا مش سليم؟ فبالتالي نقدر نشخص لو في أي مشكلة بدري تمام طيب هنيجي بقى إحنا شخصنا ويعرفنا العلاج بقى أه العلاج ده بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الحالة اللي فيها المريضة على حسب الحالة؟ بالضبط على حسب الحالة سواء في البداية أو سواء قدر الله بعد انفجار أو؟ بالضبط أنا عندي ثلاث طرق للعلاج علاج تحفظي يعني إيه تحفظي؟ يعني أنا شخصت لكن المريضة حالتها العامة مستقرة ما عندهاش مشاكل الحمل سليم مش مفاجر في مكان واضح وأنا شايفاه خلاص أنا ممكن حجمه معقول حجمه صغير مش كبير تحليل الحمل الهرموني مش عالي قوي في الظروف اللي زي دي أنا ممكن ما تدخلش أتابع الحمل هو ممكن لوحده ينتهي ويبدأ تحليل هرمون الحمل أو نسبة هرمون الحمل في الدم تنخفض وخلاص خلصت القصة دي في حالات معينة ده اسمه علاج تحفظي أنا ما بعملش حاجة أنا بتابع بتابع إمتى؟ لو المريضة حالتها العامة مستقرة كيس الحمل ده حجمه صغير بتحليل هرمون الحمل في الدم نسبته قليلة ولما عيده تانية لإيه بيقل؟ خلاص كده أنا ماشية في سكة إن الحمل ده بينتهي تلقائل ما بتدخلش بتابعه وبشوف بالأشعة وبشوف بتحليل الحمل لغاية لما ينتهي خالص ويبقى تحليل الحمل في الدم ثالث دي أول طريقة تاني طريقة إن أنا بدي دواء الدواء ده بيعمل إيه؟ الدواء ده بيقتل خلايا الحمل في مكانه بعمل كده بس عايزين نعتذر للسادة المشاهدين طبعا إننا فيه مشكلة في الاتصالات فعشان كده مش عارفين إن إحنا ناخد اتصالات معلش يا فيه كمية اتصالات رهيبة بس معلش عندنا مشكلة فنية معلش الدواء ده ممكن نتاخد مرة واحدة هو عبارة عن حقنا تتاخد مرة حسب وزن المريضة أو ممكن نتكرر لأكتر من الجرعة على حسب النتيجة بتاعت أول جرعة عشان كده الدواء ده بيستخدم أحيان كعلاج كماوي فأنا برضو عايزة أطمن السيدات إن إحنا ده مش علاج كماوي أو إحنا مش هيحصل منه مشاكل العاج الكماوي مش الخضب إن إحنا نسمع كلمة كماوي بالضبط إحنا إيه متعودين عليها وبنسمحها ده مش بيحصل لأن ده بتبقى جرعة قليلة نسبيا وملهاش الأعراض دي ولكن الدواء ده ما ينفعش يتاخد في البيت لازم يتاخد تحت مطابعة طبية لأنه ليه أعراض جانبية أو طمعا ليه أعراض جانبية كد معلش معنى حسام من أسوام السلام عليكم أم حسام أهلا وسهلا بحضرتك مساء الخير مساء الخير يا فضي سنور معلش يا دكتورة بعد إذنك كنت عاوزة أأخذ تفسار منك اتفضلي تحت أمري أنا عالسة عامل العملية بيتيني لي عشر قيام اللي هي حمل خارج الأنبوبة حمل خارج الرحم في الأنبوبة تقصد أيا بالضبط بالضبط كده عملت استقصال الأنبوبة لا لا هو الدكتور يعني دخل بالمنظار فتح الأنبوبة وطلع الجنين منها مم تمام فأنا دلوقتي مش عارفة أنا برشاني الحامل ينفع أخده تاني ولا ملفعش لأني في دكتور جال ينفع تخذيه ودكتور بقول لي ملفعش يتاخذي تاني برشامه يعني تخذ عليك حاليا لا تخذيه يا محسين ما فيش مشكلة ما فيش أي مشكلة فبنقول أن العلاج اللي بيتاخذ العلاج الدوائي اللي بيتاخذ لعلاج الحامل خارج الرحم ليه مضاعفات ولازم بتكون المريضة تحت الملاحظة ما يفعش يتاخذ في البيت فيه فحصات لازم تتعامل قبل ما ناخده وفيه يعني ملاحظات معينة لازم تكون المريضة تحت الملاحظة عشان نقدر ناخد بنا منها لأنه ممكن أثناء ما هي بتاخذ العلاج الدوائي ده يحصل برضو انفجار في كيس الحامل وتضطر إنها تدخل جراحة هل ده لي علاقة بالاستقصال الرحم ممكن يؤدي لكذا لو حصل الانفجار ده لقدر الله؟ لا هو الحالة لو هو في القناة فالوب أو في الأنبوبة ما بيعملش استقصال يعني مفيش حاجة تخلينا نعمل استقصال الرحم استقصال الرحم ده في نسبة ندرة جدا 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 لو الحامل منغرس فيه جدار الرحم وإحنا يعني الحلاج الدوائي ما جابش نتيجة حبنا نشيله بالجراحة ما جابش نتيجة حصل نزيف شديد بساعتها يعني ممكن نضطر لكذا بذي نسبة وليلة جدا وندرة جدا يعني مش ده الطبيب لو هنتكلم بقى عن الوقاية بقى في ختم طبعا للفاقرة إحنا آخر حاجة تالت حاجة اللي هي الجراحة الجراحة دي ممكن تبقى بالمنظار أو جراحة فاتح بطن عشان يبقى قلنا الثلاث حاجات اللي إحنا إيه بنستخدمهم لعلاج الحامل خارج الرحم الوقاية من الحامل خارج الرحم مفيش حاجة واضحة أوي إحنا ممكن نعملها تخلينا تحمينا يعني من حامل خارج الرحم أو تحمي السيدة لكن نقول مثلا إن إحنا المفروض نهتم بعلاج الالتهابات الجهاز التناسولي نهتم بعلاج الالتهابات الحوض في السيدات بدري عشان ما نوصلش لي المراحل إنها تأثر على الأنبوبة أو قناة فالوف فتؤذي إلى حامل خارج الرحم أثناء العمليات اللي في الحوض أو في العمليات مثلا الزايدة الحاجات دي الجراح اللي بيشتغل ليكون حريش شوية إن هو ما يحصلش منه مشاكل أثناء الجراحة لكن غير كده مفيش عندنا حاجة يعني تقول لنا إن إحنا نخدها أو نعملها تضمن لنا إن ده ما يحصلش دكتورة مروة طبعا الحديث شايق مع حضرتك إن شاء الله بإذن الله يتجدد في حلقات تانية إن شاء الله والسادة المشاهدين في استفادة والدليل على كده كمية المكالمات اللي احنا عملين ترقاها طبعا بشكر حضرتك جدا جدا على المعلومات إن شاء الله بإذن الله يعني إن شاء الله اللقاء يكون متجدد بإذن الله مع حضرتك إن شاء الله طبعا هنخرج لفاصل وهنرجع لحضراتكم تانية إن شاء الله